بالنسبة للعمل الشاق إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأخذ إجازة وهذا العمل ضروري بالنسبة إليه لأجل طعامه وشرابه وطعام من ينفق عليهم من أبنائه وزوجتها وأمه أو أبيه ولو أنه ترك هذا العمل لجاعوا ربما ولم يجدوا طعاما وهو ليس عنده من المال ما يستطيع بها أن ينفق عليهم لو أخذ إجازة وبالتالي هو مضطر أن يعمل يوميا حتى يستطيع أن يوفر طعامه ففي مثل هذا الحال أفتى جمع من أهل العلم أنه لا بأس له أن يفطر للضرورة التي نزلت به إذا كان لا يستطيع أن يتم عمله إلا بإفطاره مثله يقول أن نشتغل بناي وربما كان يشتغل فترة الظهر ولا يستطيع أيضا أن يؤجل عمله للليل إن استطاع يؤجل عمل للليل فهو ينبغي أن يفعل ذلك لكن إذا لم يستطع واضطر إلى هذا الطرار فلا بأس أن يفطر ويقضي بإذن الله تعالى فيما بعد وهو وذلك لوجود المشقة عليه في الصورة